لماذا منك تحبط شوية تحت الماء يبدو يضعوك ودنك؟ لماذا إله بطيب الزعف تحت الماء تقدر تموت بسبب الضغط الماء؟ مع أن الحوت يعيش ماء ومعنده أي شيء مشكل ولماذا هؤلاء الناس الذين ماتوا في الغواء صلى الله يحمهم؟ قلت لك ما استحيل أن نجد أجسامهم؟ هذه الأسئلة وأسئلة أحد أخيرين سنجاوبونها في هذا الفيديو لكي نفهمها شيء كامل يجب أن نفهموا ما هو الضغط الضغط هو القوة مقسومة على المساحة يعني ما يدفع في كل جوزء صغير من المساحة؟ والضغط الذي يهم من هذا هو الضغط الجوي والضغط المائي والضغط الذي يضع عليك الجو الذي يضع فيك دائما فوقك هو الهواء وذلك الهواء تجعل الجاذبية للأرض وذلك الجاذبية للأرض يجعل أن الهواء يضغط عليك هذا الضغط يتحسب بالباسكال أو بالباط لكي نقول أنه الضغط عموما فوق الكهار الأرض هو 1 باط عقل على هذا إذن نحن نعيشون دائما بواحد الهواء يضغط علينا هو 1 باط لا نحسو بها الكثير من أقل من معاما والحاجة المهمة أنه إذا كانت عندك قضعة خاوية فإن هذه القضعة عامة بالهواء ذلك الهواء الذي فيها من الداخل يجعل أنه يوازن الضغط مع الهواء الذي يضغط على بطا ذلك القضعة لا تضغط كاملة إذا كانت القضعة خاوية بالصح إذا كانت القضعة من الهواء ستضغطها ستضغط كلين وهذا هو النقطة المهمة الهواء الذي يضغط بنا يبقى على كل شيء الذي لا يوجد شيء من الهواء ليس أنه يوازن الضغط عندما تضغط تحت الماء نفس الشيء يوقع ولكن أعوض الهواء يكون الماء والماء الكثير من الهواء تقعبا 700-800 ماء أكثر إذا نقول بأن كبديتك تضغط تضغط تحت الماء تضغط 500 أو 200 أو كبديتك يبدو أن يضغط كاملة هذه الحاجة التي تشعر بها هو أن هناك اختلاف الضغط ما بين الطبال كاملة والماء الخارج هذا الاختلاف الضغط وهو تقعب نفس المشكلة التي يوقع عليك ولكن بشكل معاكس تظهر كثيرا مثلا في الطائق التي تتعلق تشعر بأنه يتسد ويقول لك أن تضيفك تصوت بالجهد لكي تحلل أدنك ولكن تضغط ما بين الطائق والداخل هذا أول مشكلة التي يوقع عليك في الجسم هناك هناك البلاصة التي تحتاجها تستطيع أن تضيفها وطائقها لكي تضيفها لا يوجد سائل وعند أنك تكون 70% من الماء ولكن هؤلاء تدخل الهواء ويخاجرون لا يوجد سائل إذاً كما تضيفها ونضيفها طائقها لأن الدخط الماء أكبر من الدخط الهواء وعندك فسطة ريئتين غير هو في حال هذه كانوا يقولوا بأنه تقعيبا 30-40 متر ممكن بنادم يفوتها حتى ريئتين ستفرقها ولكن اكتشفوا الناس بأنه تقرأت تبطل 30-40 متر وما يوقع لك التحاجة حيث الجسم ديانا عنده واحد القوضاء خائقة تسمى البلوتشيفت لكي تخلي بأنه ريئتين ديالك تعمقوا بالدم وبسوائل اللي هي حتى هي واحد اللي يقدر أنه يوازن الضغط من الداخل مع الضغط ديان الماء وعندما تقرأت تقرأت تبطل 30-40 متر إذا كنت مدائب وكنت تعاف شنو كتدير وتعيش هذا الشيء الذي يجعل أنه أكثر شخص تحت الماء تحت المائتين متر فهذا العمق هذا المائتين متر الضغط الذي يكون مسلط على كل شيء هو عشائنا مضى الضغط لكيين فوق الأرض فالضغط هذا عشائنا مضى الغازات التي كانت نفسها مثلا ان كانت عن قنينة الغاز كانت تحول كانت تعاعد التحولات بسبب الضغط واحد من هذه الضغازات مثلا الأزود يجعل مهلوث كنت تقرأ أنك تشدك الدوخة تسكرها تهلوث تشدك حواجد المكينة وهذا الشيء هذا يبدأ عمق للخمسين متر حسنا حسنا كما ترى الضغطات التي قد يوصلها لإنسان وهذا العقم للمائتين متر هو أعمق بلاسة قدر أن يوصلها لإنسان العمق الذي ذكرت له الغواصة التي تفعل الناس لا يحمون كانت في عمقها تقائبا أبع كيلومتر تحتلال أعمق كيلومتر يعني 20 مضة هذا العمق للمائتين متر فهذا العمق كيلومتر كأنها 20 مضة الضغط لكين في مائتين متر كي أعطيكم فكرة على هذا الضغط بحل جديد تدرهم للمساحة 1 سنتيمتر موابع وحتى تعلية 400 كيلومتر هذا الضغط يتعرض له كل شيء كأنها في عمق المحيط و الأسماك والحيوانات التي تعيش في هذه الأعماق التي تتعيش كبيرة بثاف يجب أن يكون هناك منصح لديها ماء ماء المشكلة هو أنه لا يوجد توازن لديها منصح لديها مجوّف فيها الهواء والماء ومنصح لديها هذا الضغط يقوم بعمية بعض هذا الضغط يقوم بعمية بعض بأحد الضغط تحت الماء والماء يدغط عليها في حال كيان شيكا إن صحيح بزاف كل سنتيمتر مباع هذه الغواصة يضغط عليه بأحد القوة التي توازن بحالة تحت عليك 400 كيلوغرام ننقع الخلال لهذا الناس هادو فإنه في أمشات عين توازن الضغط ومن تقول أمشات عين ففي الحقيقة أصدع من أمشات عين الصدعة باش سيكون توازن الضغط هي بضعة ميلي سيجوند ميلي سيجوند يعني جزء من الألف من الثاني الدماغ للإنسان ما كيستوعب حتى شي حاجة لأقل من 100 ميلي سيجوند حيث الوقت اللي خاص نوعنات في الدماغ ديانا باش يتواصلوا بيناتهم أكثر من هذه واحد ميلي سيجوند يعني بعباءة أخرى كالناس ماتوا قبل ما يستوعبوا بأن التحاجة وقعت وطائقة باش ماتوا هي تفرقع حيث في آخر المعطاف تفرقع القنبل أي حاجة كتشوفها اللي هي كتفرقع ما هي إلا ضغط وقنابل اللي كتشوفهم كتفاقعوا في الحاب السبب على شكتفاقعوا هو اختلاف ديال الضغط غازات فوصل القنبلة كتبغي تخرج كتدواح للضغط على الهواء الخائجي وكتدفع كل حاجة ضيئة بها غير هو فعوط ما تكون ضغط خائجي يعني تكون ضغط الداخل يعني بحلها بزاف ديال القنابل تفرقعوا خائج الغواصة ودفعوا كل شيء لداخل ليلة نعطيكم بعض الأمثلة هذا الفيديو اللي 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 كتشوفه هو ديال غواصة ولو ما يوش به غواصة تحييد من هالهواء الداخلي يعني دانا لا توازن بين الهواء اللي كان على برضه في الكوهة العادية وبينها وشوف السرعة باش انها كتتسد هذه واحد الدخط ديال واحد بعض الفيديو تاني اللي كتشوفه هو ديال واحد الكوهة من الحديد مجوافة هبتناها العمق ديال جوش كيلومتر وشو كيفاش الدخطات جوش كيلومتر هو النصف ديال العمق اللي كانت فيه الغواصة ديال الناس فباش نجاوب عليه السؤال الاخير ديال علاش ما جبدوش الاجسام ديال الناس بكل بساطة ما جبدوهمش اللي يحمهم حيث ما بقات تشي حاجة ما ديال اجسام ديالهم السرعة والجهد باش وقعات هذيك الانفجار ديال الدخط خلا بانه والاجسام ديالهم تفكات وتفتات في الموحيط كامل وهذا كي وقع مشغير رهبت بسرعة حتى لو تلعتي بسرعة نفس المشكلة لكن انت في واحد الضغط اللي هو عالي واجعت الواحد الضغط اللي هو عادي بواحد صوعة كبيرة فإن الجسم ديالك ما ديال شي قداية أقلم و الهواء اللي الداخل فيه اللي انت فيه الضغط غالي سيبغي خرج وهذا ما غريد تكون explosion عوض implosion ولكن آخر المعطة في النتيجة كتبقى هي أنك قد تموت والعجيب في الأما في القيصة كاملة أنه حتى لو طلعتي بزاف في الهواء كينت قائبا مشاكل مشابهة بالصح ما تبقىش تضغط عليك بزاف إذا نقولها بزيان أنه ما كينتش تضغط عليها قد نعيش بزيان ولكن كين واحد الاندداء ديال الأكسجان اللي كتخلي بأنه في واحد العلو ديال سبعات مني كيلومتر ما كيبقى حتى شي واحد قادر أنه يعيش الأكسجان اللي كتنفس كيكون أقل بكاتية من الأكسجان اللي كين والجسم ديالك ما كيقداش أنه يواكب ذاك الحاجة دياله بشأنه يبقى تنفس بصوعة ويدخل الأكسجان فعجيب كيفاش أنه حناية الإنسان متأقل من مع واحد الموحيط وبعد مرات كتنسى بأنه كين واحد لابونت صغية فين حناية قد نعيشه هي هاد الكوعة الآذية واحد تغيوات صغيئة في المناخ واحد تغيوات صغيئة في الضغط واحد تغيوات صغيئة في كاعة الشيان وهالتوازن صغيئ اللي عايشين فيه طلعنا بزاف السماء سخنات الكوعة الآذية بزاف ولا بادات الكوعة الآذية بزاف ولا نقسعت كمية الأكسجين في الهواء فإنه الإنسان مغادش يكون عنده الوقت الكافي باتاتا باش أنه يتوازن ولا باش أنه يتأقلم مع التغيوات الجديدة بعباء أخه من حياة تمينة طالب